بمشاركة العشرات من المواطنين وشخصيات تمثيلية من النقب عقدت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في بئر السبع جلسة لمناقشة المخطط الحكومي لبناء خمس مستوطنات على أراضي بلدات عربية بدوية مأهولة تقع على شارع بئر السبع ديموناء كان لقاء في اللجنة التخطيط والبناء اللوائي في بئر السبع كان لقاء نوعا ما حار حول إقامة خمس مستوطنات في الجنوب على شارع 25 يعني هناك مخطط لإقامة 13 قرية أو ما يسمى استيطان قاروي في الجنوب يعني يخططون المنطقة بشكل عام فقط لليهود لا يوجد تخطيط للعرب ويعاني المواطنون العرب البدو في النقب من تضييقات مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية حيث تستمر في هدم بيوتهم ومحاولة تهجيرهم من أراضيهم التي يعيشون عليها منذ عشرات السنوات ضمن مخطط سياسي يهدف إلى تهويد النقب في اللجنة اللوائية بالنسبة لتخطيط 13 قرية في الجنوب وبجانب كل القرى البدوية يعني مثل عرعر النقب في حواليها ثلاث قرى بدها تقام ثلاث قرى حتى يسكروها من كل الطرق طرحت هذا الموضوع بأنه يعني يتكلمون عن من ناحية يتكلمون على الجير وعلى تقدم هذه القرى التي يخططونها قيدت جلسة في الجلسة اللوائية للتخطيط والبناء في بير السبع طبعا الجلسة عقدت لإقامة عدة قرى يهودية في منطقة النقب الجنوب منطقة شرع 25 أو بمحاذاة شرع 25 يعني قرى التي هي قرى زراعية أو قرى يهودية أخرى في هذه القرى طبعا أحنا كرسام جالس وكان في حضور كبير جدا للرسام الجالس والرجان الشعبية وطالب القياديون والناشطون باستنهاض الهمم واستعمال كافة الأدوات النضالية البرلمانية والقضائية والشعبية من أجل الانتصار في معركة البقاء ترجمة نانسي قنقر